اشتركوا في القناة المتقاعد الدكتور محمد المقابلة الذي يقدم محاضر بعنوان المقاومة والكيان في الميدان قراءة عسكرية تحليلية فليتفضل مشكورا بداية نسأل الله أن يحفظ أهلنا المجاهدين الصابرين في غزة الثابتين وأن ينصرهم بنصره ويؤيدهم بجند من عنده وعليه بالظالمين وممن مكر يا رب بأمة محمد أجمعين ثانيا أشر لكم تكريمي وتشريفي بهذا المقام وأنا أكون بينكم وأن نتناول سوية آخر ما استجد في قطاع غزة وسأأخذ هذا الموضوع من عدة محاور وأنا أقول دائما الأولى بنا كمحللين وكمتابعين أن نتناول نوايا العدو تحليلا عميقا ينبع من فهم ومعرفة مسبقة بالسيكولوجيا الإسرائيلية والعقلية الأمنية الإسرائيلية والعسكرية أكثر مما نركز في تحليلاتنا خاصة على الإعلام لأعمال المقاومة تحليل أعمال المقاومة شيء طيب من باب رفع المعنويات ومن باب تطمين الناس لكن هذا على الإعلام أنا أقول لا يخدم المقاومة كثيرا على العكس أحيانا قد يكون ضار بالمقاومة ويمكن الإخوان العسكريين يعلمون أن من مصادر جمع المعلومات ما يقال يعني قد أقول نقطة العدو غير متنبه لها أو أنبه إلى أمر ولكن من باب حسن النية تحليل أعمال المقاومة لرفع معنويات الناس أمر طيب لكن التركيز يكون على نوايا العدو على مخططات العدو وهذا المنهج الذي أعتمدته في أغلب لقاءات التلفزيونية أو الفضائية أو برامج ومن هنا معرفة سيكولوجية التاذ العدو عقلية التاذ العدو كيف يفكر هذا العدو هي التي تخدم وهي أيضا التي تنشر الوعي بيننا عن طبيعة التاذ العدو وليس من باب الترويج إلى الذات إنما من باب والله نقل الوقائع فمنذ أشهر عدة عندما كانوا يقولون أن العدو لا يملك خطة استراتيجية للقطاع وذهب معظم الأخوة والزملاء باتجاه تحليل أعمال المقاومة كنت أقول هذا الترويج الإعلامي والعدو هذا من أمكر الأعداء في نظام الخطط ويمكن من باب بس التعريف هذا العدو الإسرائيلي من خلال تجربة الجيش الأردني في سبع وستين وأنا لم أكن يعني مشاركا لكن مما عملت في أبحاث تخيلوا كان يعلم مثلا أن هناك قوات عراقية بالجبهة كان يلبس جنوده بلباس عراقي ويدهني لهم سيارة بلون عراقي أو مصري ويرسلهم إلى لواء أو كتيب أردنية ويتكلم اللهج العراقية أو اللهج المصرية وقد أجريت لقاءات مع شهود عيان وأشهر ما خدعوا الجيش الأردني في ما يسمى معركة وادي التفاح عند نابلس عندما جروا كتيب كاملة على أساس أنهم جنود مصريين وأن هناك سرايا محاصرة لهم ويريدون دعم من الكتيب الأردني في وادي التفاح وكانت سببا في تدمير تلك الكتيبة أجدت لهم سيارة مصري وعلم مصري وجيش مصري ولباس مصري ويتكلم مصري وقال له إحنا فين نسرية محاصرة والحق محاصريتين ولما فصلوا وأخروا قطاع جسم الكتيب بدهم مرات الخداع هذا يتقنه تماما فقلت منذ البداية لا تقتنع أن هذا العدو ليس له خطة استراتيجية وأما الخطة الاستراتيجية التي أنا كنت أتوقحها من عقلية هذا العدو لأنه بسبعة عشرة قلتها دائما العدو هذا منذ الثمانية وأربعين لمدة خمسة وسبعين عام يقوم على أساس نظرية القلق الوجودي ويستغل هذا القلق من باب تحت قاعدة أسميته أنا قلق أنا موجود كان يستغل هذا القلق الوجودي ويصنع منه فرصة ليبتز الغرب وأنه في خطر وأنه في محيط يريد أن يدمره ويأخذ كل الدعم ويشعر دائما أنه ويجب أن يوفر أمنه حتى زرع في وعي أنظمتنا وشعوبنا أنه أمن إسرائيل هذا يجب أن نضمنه وما زالوا يصرحون بعض الأنظم أنه نريد أن نضمن أمن إسرائيل نريد يعني مش هاكلين أم أمة وأمن أمة بدهم أمن إسرائيل وعاش على هذه النظرية القلق الوجودي التي أتقن اللعب فيها في مفاوضاته في حربه في ابتزازه للغرب في الدعم الذي يتلقى نتيجة القلق الوجودي الذي يشعر به والقلق هذا ما رده لأنه هو محتل السبعة عشر قلت هذا العدو سبعة أكتوبر انتقل إلى نظرية حقيقية اسمها التهديد الوجودي نعم سبعة أكتوبر كانت تهديدا وجوديا للكيان وشعرت العقلية العسكرية والأمنية لهذا الكيان أن هناك تهديد حقيقي لوجوده لم يكن يتوقعه بيوم الأيام لأن هذه الجبهة في غزة قد حطمت كل أسس النظرية الأمنية الإسرائيلية التي تقوم على الحاسم والردع والإنذار المبكر فشل الإنذار المبكر بفشل استخبار تام ولم يردع أهل غزة والفلسطينيين نتيجة حروب سابقة عدة من قصف وقتل وتدمير من 2008 و2012 و2014 ما لم يردعهم فشعر حقيقة بالتهديد الوجودي أضف إلى ذلك أن هناك جبهات أخرى قد تشكله تهديدا وجوديا وهذا قد يشجع الأنظمة أو الشعوب العربية على الأقل أو الجيوش العربية أن هذا العدو ضعيف ليس كما هو مزروع في وعينا عبر سنوات وقلت حينها الخطة الاستراتيجية لهذا العدو تقوم على قاعدة أساسية إنهاك وإهلاك قطاع غزة وإعادة صياغة القطاع إعادة صياغة القطاع عسكريا وأمنيا وسياسيا وجغرافيا وقلت قبل أن تحدث هذه الأحداث من باب شرح الحقائق لأن العسكري أول يتكلم يجب أن تكون الخارطة بين يدي أنا ما ذهبت إلى غزة وما خدمتش في غزة لكن لما تضع الخارطة نستطيع أن أقرأ الخارطة وتوقعت أنه حتى يحقق أول إشي صياغة الناحية الأمنية والعسكرية للقطاع لابد له من تقسيم القطاع إلى قسمين تقسيم القطاع ليسهل عليه السيطرة الأمنية وليزيل التهديد الأمني لمستوطنات الغلاف وتوقعت أن هذا التقسيم سوف يكون من محور سابق ليس يعني علما بالغيب إنما من دراسة الماضي الذي كان أصلا يشكل خطرا جغرافيا وخاصرا رخوة للقطاع وكان لهم تجربة وهم يعرفون الأرض جيدا فقد احتلوها فترة طويلة أنه ستكون من محور نتساريم وهذا ما كان أو نسميه محور الشهداء لأن هذا المحور محور نتساريم هو خاصر رخوة في غزة وإذا تم السيطرة عليه يتم تقسيم القطاع إلى شمال وجنوب ويتم تأمين الشمال أنا أحكي عن أحيانا ما تكلم بعض المستمعين بقول لك أن تتبعث اليأس أنا أتكلم كيف ينظرون لكن المقاومة الآن سوف نعلم كيف حطمت كل هذه النظريات وكان يتم القصف وإزالة مربع السكنية وتدمير لخلق منطقة عازلة في نتساريم ولخلق منطقة مفتوحة ليستطيع من خلالها حرمان المقاومة من ممارسة استراتيجيتها بالقتال بالمناطق المبنية يتبين أن محور نتساريم نعم كان مخططا بعد أشهر عدة ومن ناحية جغرافية محور نتساريم إخواني الخارطة موجودة من الناحية هو يأتي يعني جنوب وادي غزة في منصف القطاع إلى أعلى إلى الشمال من المنطقة الشرقية من شرق القطاع يعني المحاذي للسياج الفاصل ما بين مستوطنات الغلاف أو من شمال جحر الديك ومساحة القطاع صغيرة يعني لما نتكلم نتكلم عن كيلومتر فقط مش كثير من عند شمال جحر الديك تضرب خط باتجاه الساحل إلى الغرب لعند الشيخ عجلين ستة سبعة كيلو هذا هو محور نتساريم كان أصلا فيه مستوطنات صهيونية أيام الاحتلال وتمكنوا من الوصول إليه لأنه قلنا هو خاصر رخوة طبيعة الأرض جغرافية الأرض ساعدتهم على الدخول ولكن لم يكتفوا بل قاموا بتوسيع هذا المحور من خلال التدمير بالشمال وبالجنوب فأصبح عرض هذا المحور ستة كيلو منطقة عازلة ما الهدف؟ كنا نقول أن الهدف ليس إعادة بناء المستوطنات لن يعود الكيان الصيوني لإيجاد مستوطنين في غزة لأنهم خرجوا هروبا 2005 وينجوا بتلك المستوطنات إذن ما الحل؟ قلنا لا بد من التثبت أنا أقول كيف يفكرون في هذا المحور عسكريا وتكنولوجيا وبهذه الحالة يكون منطقة الشمال شمال نت ساريم محور نت ساريم بيت لاهيا بيت حانون وهذه المنطقة قد ضمن وجود قواعد عسكرية في محور نت ساريم ووجود قوى بشرية ووجود تكنولوجيا عالية التفوق قد ضمن السيطرة على أي حركة أو نشاط في تلك المنطقة بالشمال وبالتالي يكون أمن المستوطنات اللي الشمال عند معبر إيريز والشمال ونزولا إلى عند الشرق طب ماذا بقي بالجنوب أمن الشمال ماذا بقي بالجنوب وقلنا حينها والربما البعض عارض ولا أقول ذلك قلنا لا يمكن للكيان الصهيوني إعادة صياغة القطاع سياسيا قبل عسكريا إلا إذا سيطر على محور فيلدلفيا الذي هو طوابة الإغلاق على الجنوب من ناحية الحدود مع مصر محور فيلدلفيا الذي يمتد على حدود القطاع مع مصر عند معبر رفع يمتد من عند كرم أبو سالم صعودا إلى الساحل 14 كيلو وكان هذا المحور أيام الاحتلال لغزة العرض 350 إلى 500 متر والكل يقول هذا الكلام بعيد لماذا؟ لأن مصر لن تسمح وانتشر فيديو استشهدوا به قبل فترة أن محور فيلدلفيا أنا قلت هو جزء أساسي بالعقلية الصهيونية المخططة لن يتم السيطرة على القطاع وعزل الجنوب من الجنوب عزلوا من الأعلى من محور نتسريم بقي إلى الأسفل من الشمال عزلوا بن السريم من الجنوب لابد من السيطرة على معبر رفح وقلت لا يمكن أن يسيطر على محور فيلدلفيا إلا بموافقة وتنسيق مع مصر وتعرضنا حينها لبعض المساءلة ولبعض الطعن ولبعض التشكيك لأن اتفاقية كامب ديفيد 2005 ألحق بها بروتوكول قانوني حتى المصريين كانوا ينفون ذلك البروتوكول بال2005 عندما قرر شارون أن ينسحب من قطاع غزة وألحق بروتوكول سموه بروتوكول ملحق بكم ديفيد بينه وبين المصريين وبضعه فيه شروط عدة واعتبروا أن محور فيلدلفيا والمنطقة هذه العائلة التي كانت أصلاً فيها تواجد إسرائيلي بأليات ثقيلة وبمراقبة وقوة بشرية ومن الجانب المصري كان كذلك فعملوا ملحقاً 2005 بإخراج كافة هذه القوات من هذه الأطراف على أن تتولى مصر من الجانب المصري وجود عدد لا يزيد عن ألف شرطي ببنادق خفيفة واشترطوا على الجانب الآخر أن لا يتم أي نشاط عسكري من جهة قطاع غزة في المساحة التي قلنا 14 متى 300 إلى 500 متر وقالوا أيضاً معبر رفح أو منطقة رفح عندما عمل عملية بالشمال ثم بالوسط بخان يونس أنه مجرد تلويح من الكيان الصهيوني للضغط على المقاومة لتحصيل شروط بالمفاوضات فقلنا يجب أن نعلم أن اجتياح رفح عسكرياً وتدميرها جزء من الخطة الاستراتيجية التي وضحها العدو لقطاع غزة لأن نقول خطة الاستراتيجية تقوم على أساس الإهلاك والإنهاك طب كيف سيستثنون رفح كيف سيتركون معبراً بأيدي الغزاويين إذن لا بد من دخولها وقلنا هذا قبل أن يشتاح رفح وليس أنه نتمنى ذلك نتمنى ذلك إنما قلنا لأنه لو عرفنا ذلك لما تفاجأنا هذا العدو بخطة الإهلاك والإنهاك التي فعلها بتقسيم الشمال من الحوارة السريم وباشتياح رفح أساس هذه الخطة ما يسمى بالحرب القذرة نعم إن حروب نظيفة الحروب نظيفة هي التي تكون بين العسكرين بالمدان يدمرون بعضهم البعض هذه حروب نظيفة أما الحروب القذرة التي لا تمت إلى أي قانون إنساني أو دولي أو بشري أو أي شيء بصلة والحروب القذرة الهدف الاستراتيجي لها ليس إخواني تدمير الخصم وخلاص الحرب القذرة بالعقلية الصهيونية تعني الإهلاك والإنهاك بما يضمن بقاء هذا الأثر في وعي الناس لسنوات قادمة لذا ما نرى من قتل وتدمير بدون حياء أو وجل أو خجل أو خوف المحاكمة الدولية أو غيره لأن هناك اتفاق ما بين المدبر الأكبر لهذه العملية أمريكية وما بين الكيان الصهيوني وما بين الأنظمة العربية المتواطئة أن فكرة المقاومة وفكر المقاومة يجب أن ننزعه من وعي الشعوب مش بس أهل غزة يجب أن ننزعها من وعي الشعوب حتى هذه الشعوب لا تفكر بيوم من الأيام أن تفتعي الحربا أو قتالا مع هذا العدو وأسميته يسموه بالنظرية الإسرائيلية يعلون بالألفين واثنين أسمها نظرية كي الوعي ولن أتحدث عنها بل هي نظرية إرعاب الوعي إرعاب الوعي للأمة بما فيهم أهل غزة وهذا يقودني إلى التصريح الذي صدر قبل يومين إذن كانوا يمشوا وفقه مخطط لكن الشيء الذي لم نكن نتوقعه أو نعلمه أن أمريكيا ستأتي تحت الغطاء الإنساني الزائف وهي المجرم الأكبر لتأتي تحت الغطاء الإنساني وأننا سندخل إلى قطاع غزة مليار دولار ومليون طن قمح من خلال رصيف بحري فلما نظرت على الخارطة وإلى النصيف البحري الرصيف البحري لتتفاجأ أن هذا الرصيف البحري إن شاءه يلتقي تماما على الأرض مع محور نتساريم من ناحية البحر أي بمعنى أن الإغلاق تم في حال السيطرة على رفح والمعبر لا سمع الله وفي حال نشوء محور نتساريم ووجود قواعد عسكرية إسرائيلية ثابتة وعمل مداخل ومخارج للشمال ونقاط تفتيش إذا من أن ستدخل أول شيء المساعدات والإعمار عن الرصيف البحري من سيسيطر عن الرصيف البحري أمريكا وإسرائيل من سيدخلها إلى القطاع أمريكا وإسرائيل يتحكم بما هو مسموح وغير مسموح أن يدخل إلى القطاع ومن سينفذ ذلك أن يأتوا بسلطة مدنية متواطئة هي التي تقوم بتوزيع ما يسمح بدخوله وخروجه وهذه السلطة أو هذه السلطة المدنية لا بد أن تكون بلسان عربي وبلباس عربي فتم البحث على عدة سبل من خلال حياء موضوع العشائر وهم يلعبون على الورقة هذه في الأمة أنه بدنا من أملاء العشائر لهم يوزه وغاب عن ذهنهم أن أهل غزة والحاضنة الشعبية التي صنعت هذه المقاومة هذه حاضنة لم يكوى أو يرعب وعيها بيوم من الأيام وهي تقوم على أساس حاضنة للمقاومة وصانعة للمقاومة هي جزء أساسي للمقاومة أي أن فكر المقاومة وفكر التحرير في الحاضنة الشعبية في غزة فكر أيدولوجي أصيل فلم يفلحوا وهنا بدي أقول هذا معنى النصر الكامل الذي قاله نتنياهو قبل يومين عندما خاطب الإدارة ما هو النصر الكامل العسكرين يعرفون أن هناك أنواعا من النصر النصر التكتيكي والنصر العملياتي والنصر الاستراتيجي وفيه أن نصر اسمه النصر الكامل ولح تسمحوا لي أن أفصل النصر الاستراتيجي بديش أدخل بالتفاصيل هذهك النصر الاستراتيجي إخواني ما حققه الكيان الصهيوني على الأمة العربية بال67 هو تجريد العدو أو الخصم من قدرته القتالية وخضوع الخصم لشروط العدو أو المنتصر وتحقيق الأهداف حقق هذا العدو بال67 بعيدا عن التفاصيل نصرا استراتيجيا على الأمة هزم الجيش الأردني والجيش المصري والجيش السوري والجيش العراقي وكل الذين شاركوا وخسرنا القدس والظفة وكانت تحت السيطرة الأردنية وخسرنا سيناء وغزة وكانت تحت السيطرة المصرية وخسرنا الجلان وكانت تحت السيطرة السورية وخضعنا لشروطه هذا نصرا استراتيجيا لم نكن نعلم أن هذه العقلية الإسرائيلية عندها نصر مفهوم آخر اللي هو النصر الكامل ما هو النصر الكامل النصر الكامل الذي يريده هذا العدو ولا نعيه كثيرا منا بالنظرية العسكرية المكتوبة وهلأ أعطي الدليل النصر الكامل يعني التغيير الجذري بالفكر العسكري والسياسي والاجتماعي للخصم وهذا لا يتم بالوسائل العسكرية فقط بل يحتاج إلى وسائل العسكرية وسياسية واقتصادية كيف يحقق هذا ما صرح به رابين بالتسعة وسبعين عندما وقعت نصر كامب ديفيد وقلتها وسبق أقولها ما حييت حرب ثلاثة وسبعين أكتوبر هناك من يدافع عنها حرب ثلاثة وسبعين أكتوبر كانت سببا رئيسيا في فتح أبواب جهنم على الأمة التي فتحت وشرعت أبواب السلام هذه البطولات والعبور والسوليف ماذا جاء بعدها جاء بعدها المبرر للجلوس على طاولات المفاوضات كان هو أبواب جهنم على هذه الأمة فلما جلست ووصلت إلى اتفاقية كامب ديفيد قال إسحاق رابين في مذكراته أستطيع أن أقول الآن أن إسرائيل حققت نصرا كاملا لأننا من خلال السلام نستطيع هو ما صرح أنه بده غير العقيدة قال نستطيع أن ننزع نظرية العداء من وعي الشعب المصري كيف تنزع نظرية العداء عقائديا أنت عدوي سياسيا أنت عدوي أرضي ما خضها مقدساتي ما خضها أنت عدوي كيف فإذن أرادوا من خلال هذه المفاوضات الوصول إلى نتيجة عبر الأجيال تغيير جذري لهذا الوعي بمفهوم العدو وجر بعده أوسل لأصحاب القضية أصحاب المصيبة وكلنا أصحابها هل سيطرت المقاومة بال2006 على غزة عندما سيطرت على غزة وأخرجت الفصائل الأخرى قلت وما زلت هل كانت غاية أنا رجل عسكري يعني كلامي محسوب بلي يعني هل كانت المقاومة بشدة أنواعها في غزة تريد أن تسيطر على غزة عشان يصيروا مسؤولين ورؤساء ووزراء ويشبوا سيارات وسجاد إحمر لا نظلمهم بذلك ليس السيطرة على غزة من قبلهم لأنهم على وعي عالي يسبق الوعي الإسرائيلي لأنهم سيطروا على غزة ليس كغاية إنما كوسيل لا يمكن أنا أن أصنع مقاومة قادرة على مواجهة هذا العدو بحرية وأتدرب وأزرع العقيدة وأعيد الوعي فكان السيطرة على قطاع غزة من قبل المقاومة وسيلة لتحقيق البيئة الجغرافية والبيئة السياسية والبيئة التربوية لصنع مقاومة ولو ما سيطروش على غزة لا أصبحت غزة مثل رام الله رام الله الآن عبئا على المقاومة عبئا على القضية وهذا كله من تدبير الله ومكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فحققت المقاومة منذ أن استولت على غزة الغاية المرجوة من استيلائها لتظهر بسبع أكتوبر بما ظهرت أمام الجميع وأعادت غزة التي كان يراد لها أن تعاد صياغة القطاع أعادت خريطة العالم السياسية على الإطلاق من يعي يعي ومن لا يعي هو حر أرادوا أن يحولوا هذا التهديد الوجود إلى فرصة وهم أهل مكر كيف؟ أني الآن خلني أحل قضية غزة التهجير إلى مصر إلى سيناء وبعدها أنا بنتقل وبتفاهم أنا حزب الله وبعدها باجع أضفه وبتفاهم أنا الوردن إذن كلها خطة متراكبة هذا هو النصر الكامل الذي يريد أن يحققه أعودي إلى موضوع غزة النصر الكامل ماذا؟ التغيير الجذري للقطاع فكريا وعقاديا ماذا يعني؟ إنهاء فكر المقاومة هذا إنهاء فكر المقاومة لن ينتهي بسنة وسنتين من ظن أن الحرب ست أشهر وسبعة تشهر هذا مخطط العدو هذا لا مخطط العدو هو إنهاء كل رموز ووجود ووعي المقاومة من قطاع غزة عبر سنوات حتى تصبح كرام الله وكواق العواصم هذا مخطط دخلوا إلى رفح احتلوا محور في ليدلفيا نعم كله بتنسيق وموافقة مصرية طيب هاي طلعوا وصرحوا وطالبوا ودمر أنا قلت كالذي يصلي بلا وضوء لا صلى ولا توضأ وهذا دهلزه الهدف القريب للعدو الصهيوني يريد تجريد المقاومة وإن لم يستطع إنهاء المقاومة تجريد المقاومة لسنوات قادمة من القدرة على التصنيع أو القيام بردة فعل والتضييق على أهل غزة حتى أهل غزة هم نفسهم يصير عندهم ضيق من ظنك العيش نتيجة أثار الحروب التي ستبقى لسنوات لرفض المقاومة والفكر المقاومة أنه إحنا العرب إذا دقينا بعض نصف بعض لكنهم مصابي قضالينا لأنه عندنا عقيدة قوية لكن إذا قسمونا فصائل عربي ويقابل عربي نذبح بعض ولهم تجارب في ذلك في العراق ولهم تجارب في ذلك في أفغانستان أفغانستان كانت يقول المجاهدين رمية برتقالي صارت قنبلة يعني درجة الإيمان التي وصلوا لها شوية شوية فصائل تسع فصائل إحمد شاه مسعود وحكمة يارو وربان ذبحوا بعض ذبحوا بعض والعراق فعلوا به ما فعلوا من الفصال يريدون أن يعملوا هذه التجربة وهذا بتوجيه أمريكي في غزة ليصفوا بعضهم البعض والكيان الصهيوني من خلال هذه المحاور التي وجد بها هو الذي سيدير هذه الفتنة وهذه التصفير ماذا فعلت المقاومة؟ أنا لعشان ما أطيل المقاومة كانت أكثر منا وعيا كلنا كلنا وتعرف ماذا يريد هذا العدو ولن تسمح له بالاستقرار بنتسريم لذلك ما ترونه في جباليا ومخيم جباليا وحي الزيتون كل لأن هذا العدو يعجز عن عمل بني تحتي للقواعد العسكرية في نتسريم ولن يسمح له المقاومة لن تسمح له بالبقاء في رفح طيب أنت كيف تحكي عواطف؟ لا أنا أحكي بما رأى على الأرض بعض المحللين يذهب أنه إحنا شايفين أنه عمليات المقاومة صارت أكثر يعني قوة وبسالة أتفق ماشي لكن يجب أن أقولك محلل عسكري ولدارس حرب الإعلامي الحربي هذا يدل أن المقاومة نعم زاد ضربها لكن ليش ما نستنتج أن العدو بعد سبعة أشهر هذا العدو الضعيف في الجبان قد أنهك حتى على التخطيط غير قادر حتى على العمل وقواعد الاشتباك لا يستطيع لذلك نرى به الخسائر بكثرة هذا مؤشر أن هذا العدو روحه المعنوي خبت وهذا العدو في كله مرتزقة سيتمرد على قادتي وعلى ضباطي وسيرفضون الخدمة وسيهربون تحت ضربات المقاومة المقاومة في غزة ليست فكرة فصيل واحد فقط حماس أو جهاد غزة اللقب الذي أطلق عليه غزة يمكوفل بالنار غزة طول عمرها وهذا ما بشر به الرسول عليه الصلاة والسلام واللي ما بدي يخذ الناحي الدينية فليقرأ تاريخ غزة فليقرأ تاريخ غزة غزة مكوفل بالنار أي بمعنى أن المقاومة فيها لن تخبو والعدو لن يستطيع تحت عامل الوقت أن يبقى في قطاع غزة تحت هذه الضربات يبحثون عن طوق نجا الطوق النجا يبحثون فيه بين بعض الأنظمة العربية المتواطئة هل سيصل إلى ذلك؟ لن يصل بإذن الله لن يصل بإذن الله وتدبير الله الذي حرك وقلب العقل والوعي الأمريكي أنا أقول لا أعزيها لأحدها فقط إلى الله سبحانه وتعالى لأن هذا من تدبير الله من كان يتوقع أن الوعي الأمريكي ووعي هؤلاء الطلاب وما يسمعون من كان هذا من تدبير الله وجعل المقاومة سببا العدو الصهيوني مخطط هذا هو المقاومة قادرة على إفشال هذا المخطط وما نرى في هذه الأيام يدل أن المقاومة ما أخذ قرارها لا رجعة لا رجعة وهذا الذي يقول لا رجع وصاحب عقيدة والله لن يهزم وهذا وعد الله ويجب أن نقول أن الوعي العالمي وأن لما قلت غزة تشكل خريطة السياسة العالمي نعم وأيضا تشكل خريطة الوعي العالمي هذا من فضل الله وهذا كله الله جعل غزة سببا حتى إحنا يا أخي إحنا كأصحاب قيدة أقسبوا بالله أن وعينا أصبح يتشكل من جديد ولربما نحن كآباء وأمهات عبر عشرين وثلاثين عاما لم نستطع أن نربي أبنائنا وبناتنا الصغار على مفهوم العدو الإسرائيلي بالذات الدول التي عملت سلامه طبعت لم نستطع أو كنا متخاذلين أو حتى ماشيين مع التيار لم نستطع أن نزرع في وعيهم معنا أن هذا عدو أن هذه علبة الببسي عدو لم نستطع سبع أكتوبر بخلال أشهر زرعت هذا في وعي أطفالي الست سنوات والسبع سنوات وإذا شافوني أنا متعود ما هو أصلا بديش أقول الحمد لله بعدنا بخير بس في شيء لم نكن ننتبه إليه لا يا أبا هاي الببسي حرام هذه يا أبا من العدو من زرع هذا العقيدة العدو بالوعي من زرعها؟ الله سبحانه وتعالى بسبعة أكتوبر هذه كلها من بركات وهذه البركات لابد أن تؤتي ثمارها لابد مفهوم النصر إخواني مفهوم النصر ترى إحنا كثير مننا ينظر ولما بعطي محاضرات عند يساريين أو علمانيين أو مشككين أو فصائليين وفي مناطق حساسة بتوجه لأسئلة يا أخي أنت أنت تتورط يحكولي بكل بكل صراحة ووضوح أنت تورط نفسك وإنت دماء غزي جزء منها في رقبتك لأنك أنت تنهارك تقول المقاومة انتصرت ولمقاومة عملت لماذا يا أخي؟ أهل غزي بادو الناس قتلت الناس اندمحت ويريد أن يجد لنفسه أنه برتاح أنه حمني مسؤولية فأقول مفهوم النصر إخواني مرتبط ارتباطا وثيقا بالأيدولوجيا والثقافة للشعوب لا تستطيع أن تعزل مفهوم النصر مفهوم النصر عن ثقافتك وإيدولوجيتك ما هي ثقافتنا إحنا؟ إحنا لننسلخ من ثقافتنا مفهوم النصر عندنا مفهوم مرتبط بالعقيدة حتى قبل العقيدة عند العرب عند العرب الجاهليين الذين يعبدوا الأصنام مفهوم النصر ماذا كان عنده؟ أن يحافظ على كلمته ولو فقد روحه أن يحافظ على الدخيل تبعه ولو فقد أهل بيته شوف المفاهيم جاء الإسلام فربطها بمفهوم العقيدة للنصر ما هو مفهوم العقيدة؟ نحن صغنا هذه المعادلة العقيدة والنصر عندنا يقول أداء التكليف بمعزل عن النتائج أنت مطالب كصاحب عقيدة أن تؤدي التكليف الذي طلبه الله منك وأعدوا لهم وليس لك علاقة بالنتائج ليس لك علاقة ودلذك أن هناك أنبياء جاءوا وقتلوا لكن بلغوا أنت ما لك علاقة بالنتائج أنت عليك وما عليك إلا البلاغ وقد تقتل ولم يؤمن معك أحد هذا مفهوم النصر أداء التكليف بمعزل عن النتائج هنا أسأل أداء التكليف أعدوا المقاومة أم لم والله أعدوا ما عجزوا ما عجزت عنه كل هذه الأمة أعدوا إعدادا لا يتصوره أحد يعني غزي تنتظر واحد جاهل يا أخي أنت عسكري يعني يريد أن يؤنبني أنت عسكري هل طبيعة جغرافية غزي تسمح بالقتال فأنا أجيب بكل وضوح يخرب شيطانك يا البعيد يعني هلأ أروح أنا أظل قاعد تحت الحصار والذل والاستعمار حتى أروح أجيب جبال وشجر وحطني بغزي والسي صالحة لجغرافيتها أداء التكليف أنه أنت تهيئ الظروف بما يلائم ويؤدي إلى النصر غزي تعاملت مع طبيعة الأرض غزي لن تمتلك يوما قال ما فيش تكافؤ بالأسلحة هذه الشبهات يا أخي ما فيش التكافؤ متى كانت المقاومة في أي شعوب حتى التي تعبد البقر متى كانت المقاومة تكافئ العدو أو المحتل عسكريا متى كانت لا يمكن لأنه لو بتكافؤ ما احتلها يعني هل من المعقول أنا كعسكري ولو أني مش صاحب عقيدة يجب أن ننتظر يا أهل غزي حتى يصير في عنا F35 وF16 من يقول ذلك ويريد أن يبرر جبنه وخوفه وتعلقه بالدنيا أو يريد أن يخدم المشروع الصهيوني الذي يريد أن يزيل وعي المقاومة من عقولنا أداء التكليف نعم أدو التكليف والنتائج على الله الثبات على العقيدة وعدم التفريط هذا هو نصر هذا المفهوم يجب أن نؤمن به كعقيدة ولولا ذلك كيف لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الرسول القائد وهو محمد القائد عليه الصلاة والسلام كيف به يرسل ثلاثة آلاف جندي من الصحابة إلى مؤتاء ألف كيلو ليقابلوا مئة ألف في أدنى الروايات بالفقه العسكري والإخوان هذا لا سمح الله انتحار كيف لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه يريد أن يحقق هدفا عسكريا ترى أن يضع لبؤرة الدولة الإسلامية مفهوم الردع حتى لا تهاجم في عقيدارها ولو أبيد الثلاثة آلاف طب ما هو مفهوم بلال ذلك العبد الذي يستعبدو أهل القريش ليضع الصخر على صدره وهو فرد لا يملك من أمره شيئا ويجلد ويضرب وهو يقول أحد الأحد الثبات على العقيدة ولو استشهد لا لا لنتصر ما هو المفهوم؟ هذا مفهوم أداة التكليف وليس لنا علاقة بالنتائج شكراً للدكتور محمد المقابلة على هذه المحاضرة القيمة والشكر موصول لكم سادة الحضور وعلى أمل أن نلقاكم في مجالس قادمة بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة